موسيقى 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 السلام عليكم معكم الكورتش طارق المليح كورتشي ناتيوبات المشكلة عاوز يعانون منه مظهر من مظاهر العصر ان نساء او رجال يعانون من الكرش من الكرش خارجة و هذه الكرش نقوله ملتازمة بأحد القضية ملتازمة بأن هذه الوضعية الجلوس و هذه الوضعية الجلوس فرضات عنه أن الكرش تخرج و لماذا تخرج؟ كنا نقول مكناكوش كنا نقول الكرش خارجة الدهون تتركزوا و تتمركزوا في مناتق الباردة ما هو المناطق الباردة؟ المناطق التي لا يدور فيها بثم مثال بسيط الناس يدور ريضة يدعف في ساع الوجه يدعف في الساع لأن الوجه فيه بثم العروق والشرايين والأوعية لأن الدم يدور بثم يعني منطقة ساخنة لا يغلضون منطقة ساخنة بينما البطن المؤخرة والأرض في هذه المناطق بمعنى أن نجلسوا بثم الدم لا يدور بثم و بحكم العروق لا يصلوا بثم لذلك الجسم يخزن الدهون هذا في السرط لك الدهون يتركز في هذه المنطقة ولكن المهمة لكي نحيد الكرش سوف أعطيك بعض الخطوات التي بسيطة و سهلة أول شيء تفادة و رعية الجلوس قدر الإمكان لأقدر تبقى واقفة و تتمشى أحسن شيء الجلوس سيجعل الكرش ثاني شيء السترس و هذه المناطق تبقى الرياضة و تبقى و تبقى الكرش لأنه كادرية السرينال السرينال فوق الكيلة فوق الكيلة هناك سرينال ربما يحرقون لتنسل فهذا الشعال الذي تطبينا هذا يجعلهم مخزان من الطاقة لتنسل في الحوض لأنه يكون القراب لذلك المنطقة التي تجعلها تحرك сте粉 ترك Houston النقطة الثالثة النقطة الرابعة وقت تلك الماكلة السيارةblowing بالليل ورسلت الأشياء اللي يدخل الدار دياله كيأكل بثاف وما يتحرك لاذا يدير الجسم؟ يخزن والنقطة الخامسة وتسمحوا لي أن نقولها لكم شيء واحد اللي عنده الوزن الزائد وكل شيء هو واحد السيد ولا واحد الشخص ولا أنيسة اللي يتحرك بدأك شيء اللي يريد أن يخرجه و يتحرك بدأك شيء اللي الجسم يريد أن يتخلص منه يعني يتحرك بالفضلات اللي الجسم لا يقدر أن يتخلص منه لأن الجسم عنده مداخل ومخارج المخارج والنبساط هما تنفس تعرق البول والغائط و المرأة عندها الدورة الشهرية من اللي الجسم تقوّع للمداخل لكي يبدأ يخزن ويبدأ يخزن في المناطق الباردة ولكن لذلك أريد أن تقسم الكرش عليك بالحركة عليك مشرب الماء عليك بالريادة اللي فيها التنفس وماشي التعرق لكي يتبشي الحمام العرق لا يحرق الدوليات العرق يخرج على الماء والهرمونات لا يحرق الدوليات ولكن بالتنفس يمكن أن تحرق لا مرش غبيت لا بيسيكلات السباحة الناس يقولون لهم لا يحرق السباحة كل شيء لا مرش غبيت لا مرش والتنفس العميق ونقسم كمية الأكل لأن نقدم كثير من كمية الأكل لا تتخزن وقدم الجسم لا يكون متناسق أتمنى لكم الصحة والعافية ونسنل أجل الأسئلة لكم ملاحظة لكم في حلقة قادمة إن شاء الله قبل أن تخرجوا لا تنسوش أبونا معنا فلاشين فنسبو واتبعونا على المواقع التواصل الاجتماعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة